تعليقا على المنحة السعودية المقدرة بمليار ومئتي مليون دولار أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي أن الدعم السعودي الجديد يؤكد موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية وتخفيف معاناته الإنسانية وحماية حقوقه المشروعة في عادة إعمار وبناء مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي أكد أن مجيء الدعم السعودي في ظروف اقتصادية صعبة للغاية تجعل قيمة هذا الدعم مضاعفة من حيث الأهمية والأثر وعن المعنى ذاته تحدث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الذي شدد على أن الدعم الحيوي يمثل أهمية استثنائية في ظروف بالغة التعقيد وفيما أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني أن المنحة السعودية تثبت أن المملكة هي العون والسند التاريخي لليمن في كل الجانب وفي المقدمة الجانب الإنساني والمعيشي للمواطنين دشن ناشطون حملة ألكترونية تحت وسم السعودية تدعم الاقتصاد اليمني إشادات اقتصادية بالمنحة السعودية جاءت مقترنة بالتأكيد على وجوب الذهاب نحو الحلول الدائمة وبحسب الصحفي الاقتصادي وفيق صالح فإن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى خطط أكثر شمولية وحلول دائمة عبر تمكين الحكومة من استناف تصدير النفط الخام والغاز المسال والسيطرة على الموارد المحلية ووضع إصلاحات سريعة في المؤسسات الإيرادية وتفعيل الأجهزة الرقابية على كافة نفقات الحكومة فهل يذهب الجميع نحو حلول دائمة أم تترك الميليشيا تعبث كما تشاء ويجري الاكتفاء بالحلول المؤقتة